ودعى برزان الأمم المتحدة إلى لعب دورها لحل الخلافات بين أربيل وبغداد مؤكداً أن المشكلة ليست مع الحكومة الاتحادية لكنها مع الكتل السياسية مبيناً أن وفداً من الإقليم سيذهب إلى بغداد لمطالبته بإيفائها بالتزاماتها تجاه موظفي الإقليم سيذهب وفد من الإقليم إلى بغداد وعلى بغداد أن تفي بالتزاماتها أمام موظفي الإقليم وإن كان موظفون جزءاً من موظفي العراق فلابد أن تفي بغداد باستحقاقات الإقليم اتفاق سنجار خطوة مهمة للحل ولتمنى أن لا يكون قرار البرلمان العراقي قد جاء رداً على اتفاق سنجار الذي يخدم العراق بكل مكوناته ومصرون على تنفيذه ونطمح بالتوصل لاتفاقيات مماثلة للمناطق الأخرى